إذا حابب تدخل عالم صناعة الأفلام وعالم فن صناعة الصورة والصوت لكن ما نكعرف أن تختار تخصصك الفني فأنت وصلت للحلقة المناسبة يلا نشوف الحلقة مرحبا يا سعداء وقتكم أنا محمود الجبني مرى الكاميرا زوجتي أنا مطحان نحصلنا أفلام عما نحاول فيتكون في المعلومات القصيرة والسريعة في عالم صناعة الأفلام وعالم الصوت والصورة هذه الحلقات هي اللي عبتجي ضمن سلسل السينما تيك اللي عبتجي منتاجها من قبل فريق قميرا فريق قميرا فريق فني بقدم لكم خدمات صناعة الفيديو والآن التجاري وكل ما يتعلق من إنتاج المارئي من الآلف الأليا أصدقائي اليوم بدينا نحكي كيف تختار تخصصك الفني المناسب إذا حابب تدخل عالم صناعة الأفلام أو عالم فن الصوت والصورة وصناعتهم اليوم رح علمك تكنيكات تختار هذا التخصص يلي قريب منك وقريب من شغفك أول شي يا صديقي بدي أخبرك أنه أنت لازم تجرب كل شي لحتى تفهم كل شي وتعرف آليت عمل التخصصات كلها يعني تجرب من كل شي لحتى تقدر تفهم آهية هذا التخصص وكيف بدور وكيف عمله وشو بختص وشو مهمته بالضبط وبعدين حاول تستمتع بكل مهمة عبتعمله يعني جربت تكون مصور حاول تستمتع أنه أنت كمصور إذا حابب تكون مونتاج اشتغل مونتاجه إخراج إضاءة إلى آخره كل مهمة بدك تجرب فيها وتجرب هذا التخصص حاول أنه أنت تستمتع بعدين جرب أي متعة كانت مختلفة على المتعة الثانية وأي تخصص تعبت لكن استمتعت والتخصص الثاني تعبت لكن تمتعت بشكل أقل أنا متأكد رح تستمتع بالكل لكن أكيد في تخصص معين رح تستمتع فيه أكتر من الآخر لهيك لازم تجرب متعة الكل لحتى في البداية تختار التخصص المناسب لك ممكن يا صديقي ما يستحل لك أنه أنت تجرب تكون مصور أو مخرج أو مونتاج أو فني إضاءة أو إلى آخره من خلال أعمال احترافية لهيك لازم أنت تصنع أعمالك وبكل عمل تحاول تأخذ مهمة معينة مرة تكون مصورة مثل ما حكينا مرة تكون شيء آخر وتجرب مثل ما أن تستمتع بهذه المهمات بعدين يا صديقي حاول تتطوع بأعمال احترافية شو ما كانت مهمتك تكون لكن جرب تكون متطوع وتتقرب من المحترفين ومتخصصين وتحاول تسألهم بعد التصوير أو بالتصوير وتناقشهم ولو لدقائق بس وتحاول تسألهم تاخد رأيهم بأعمالك وينصحوك شو هو التخصص يلي أقرب إليك طبعا لا تاخد كلامهم هو القرار النهائي لكن خليه قرار مؤثر على الشيء اللي بتحسه أنت والقريب منك لأنه دوما أنت لازم تتبع إحساسك وتتبع شغفك وبالنهاية يا صديقي الشغف والحب هو يلي بديك على اختصاص الصح من خلال تجربته ومن خلال معاينته من خلال اطلاع عليه والقراءة عنه ومشاهدة كواديس الأفلام والقراءة عن هذا التخصص يلي بوصلك لشغفك وللحب وللتخصصك اللي أنت راح تختاره وتكمل مسيرتك فيه طبعا يا صديقي بعد ما تلاقي تخصصك هون ما انتهت الرحلة على العكس تماما هون بلشت الرحلة معك أول شيء أنت بدك تعمله هو تختار تخصصك المرحلة البعدة هو تبلش أنه أنت تحسن حالك وتطور حالك وتصير بروفيشنال أكتر بهذا المجال ولحتى تصير بروفيشنال ومحترف أكتر عندك طريقين طريق الأكاديمي وطريق الخبرة العملية شو تختار؟ أنا برأيي لازم تختار اثنين الخبرة الأكاديمية والتعليم الأكاديمي ممكن يجي من الجامعات من المعاهد من الدورات أو من الكتب يلي أنت تقراها وتطور نفسك فيه والخبرة العملية من التجربة ومن الممارسة ومن التطوع بأعمال احترافية أنا برأيي لازم تمشي اثنين سواء حتى تكون محترفي مجالك ومتخصص وتتميز عن غيرك بهذا المجال الطريق طويل وصعب لكن مو مستحيل بشغفك وإرادتك وحبك للتخصص رح يوصلك أكيد للنهاية وتكون ناجح ومتميز عن غيرك أتمنى أن أكون لديكم بهذه المعلومات الأصدقائية اللي عم تيجين ضمن سلسل السينماتيك اللي عتم إنتاجها من قبل فريق قميرا فريق قميرا فريق فني بقدم لكم خدمات صناعة الفيديو والآن التجاري وكون ما يتعلق بالإنتاج المرئي من الألف لليال إذا حبيتوا هذه الحلقات تشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس شاركوا هذه الحلقات مع أصدقائكم المهتمين ممكن ناطرين الشرارة الأولى لحتى يدخلوا هذا العالم وتكون أنت الشرارة يا صديقي أنا محمود الجبلي مرى الكاميرا زوجتي أنا مطحان نحصن نع أفلام مع منحاول فيتكن بهذه المعلومات القصيرة والسريعة في عالم صناعة الأفلام وعالم الصوت والصورة فبحيييكم ونقول لكم سلامات